جدد الإطار التنسيق رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان قيادين بالإطار أكد أنه لا يوجد أي مبرر للاعتراض حزب تقدم على اختيار أغلبية النواب للمرشح سلم العساوي رئيسا للبرلمان الذي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وأشار إلى أن إرادة النواب يجب أن تحترم خاصة أن العساوي حصل على أغلبية أصوات النواب ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور وأشار إلى أن مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان أمر مرفوض وهو رفض سابقا وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع تلاف إدارة الدولة قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة وضف أن الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب الذين هم ممثلين للشعب العراقي ويجب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي وشعبي